موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة المحترف للشروحات مرحبا بكم من جديد في قناة المحترف للشروحات نواصل معكم سلسلة الدروس الخاصة بحل مشاكل هواتف جاومي رادمي وبوكو درس اليوم هنتكلم عن كيفية حل مشكلة عدم التقاط شبكة الكاتجي او 4G او يعني 3G او 3G على كل هواتف جاومي لتفعيل يعني لجعل هاتفك يلتقط كل انواع الشبكة سواء كانت شبكة الجيل الثالث او شبكة الجيل الرابع او حتى يعني شبكة الجيل الخامس اذا كان هاتفك يدعمها يجب عليك اولا تفعل خاصية من خاصية الهاتف اسمها الابين لتفعيل تلك الخاصية سوف نذهب اولا الى الاعدادات بعد ذلك سوف نضغط على كلمة شبكات الهاتف وبتقاط بعد ذلك سوف نختار يعني البيس او الشريحة الخاصة بك الشريحة رقم 1 وشريحة رقم 2 بعد ذلك سوف نضغط على كلمة اسماء نقاط الوصول بعد ذلك سوف نضغط على مزود الخدمة انا عندي الان مزود الخدمة اسمه موبيري سنضغط عليه بعد ذلك هنا سوف ننزل الى الاسفل على كلمة الحامل هذه سوف نضغط عليها هنا عندنا مجموعة من الخيارات انت سوف تجدها غير محدد هنا يجب عليك تفعيل كل هذه الخيارات لالتقاط كل انواع الشبكات الموجودة في بلدك مثلا اذا اخطيت الخيار هنا الالتيو هو شبكة الجيل الرابع وهذه الخيارات هي عبارة خيارة الجيل الثالث وكل انواع الشبكات الموجودة في بلدك اخترها جميعها واذغط على كلمة حسنا ثم يعني قم بتسجيل وحفظ ما فعلته هنا حفظ بعد ان تقم بالحفظ سوف يصبح هاتفك يلتقط كل انواع الشبكات المتاحة داخل بلدك اذا استفدت من هذا الشهر ارجو ان تدعمني باشتراك في قناة المحترفة لشروحات وطرق تعليق إيجابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته